بنصبح على حضراتكم وأهلا بيكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية المنتخب السعودي حقق فوز تاريخي على نظيره الأرجنتين في أكبر مفاجآت المونديل بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جامعتهم على أستاذ لوسيل ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022 هاول الأخضر تأخره بهدف الشوت الأول إلى تقدم بهدفين مع بداية الشوت الثاني سجل النجم الأرجنتيني ميسي في الدقيقة العشرة من ضربة الجزاء وسجل صالح شهري التعادل بالدقيقة 48 بعدها سجل سالم دوسري الهدف الثاني في الدقيقة 53 من الشوت الثاني ليونال سكلوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني قال أنه حزين بسبب السقوط التاريخي أمام منتخب السعودية بنتيجة 2-1 وقال سكلوني في المؤتمر الصحفي بعض المباراة الجميع حزين في المنتخب لكن سنفوز أو سنعمل على الفوز في المبارايتين القادمتين في كاس العالم وفي كل البطولات لا مجال للخطأ ربما هذه أسوأ لحظة بالنسبة لنا خسرنا لكن سنعود مجدداً من ناحية تانية أعرب إيرفي رونار المدير الفني للمنتخب السعودي عن ساعته الكبيرة بقيادة السقور الخضراء لتحقيق الفوز التاريخي على منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعت المنتخبين وقال رونار فوز مستحق واعتقد أن الأرجنتين كانت متحفزة وده هيكون آخر كاس عالم لميسي علشان كده كانت دايماً عندها رغبة كبيرة في الفوز وتعايد للمنتخب تونس مع الدنمارك بدون أهداف في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في بطولة كاس العالم على استاد المدينة التعليمية شاهد الشوط الأول في المباراة سيطرة هجومية من جانب نصور القرطاج طول 45 دقيقة وسجل عصام الجبالي الهدف الأول لمنتخب تونس أمام الدنمارك وده في دقيقة 23 لكن تم الغاءه بداعي التسلل وأهضر عصام الجبالي فرصة تسجيل هدف التقدم لصالح منتخب تونس في الدقيقة 43 بعد الانفراد بمرمى الدنمارك لكن شمعكال أنقذ مرمى وظلت المباراة إسجال بين تونس والدنمارك حتى نهاية المباراة بالتعادل السلبي وخروج كل منتخب بنقطة في بداية مشوار البطولة حصل عيسى العيدوني لاعب خط الوسط بمنتخب تونس على جائزة أفضل لاعب في مباراة تونس والدنمارك عيسى اتقلق في المباراة وظهر بمستوى كبير وسدت صاروخية قوية على مرمى دنمارك لكنها مرت بجوار القائم بدأ منتخب فرنسا حملت الدفاع عن لقب كأس العالم وده باكتساح منتخب استراليا بنتيجة أربعة واحد في المباراة التي تلعبت بينهم منبارح على ملعب الجنوب ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم جاءت أهداف المباراة عن طريق كريج جودوين في دقيقة التسعة من المباراة لصالح استراليا وسجل منتخب فرنسا أهدافه عن طريق رابيوت ويجيرو سجل هدفين وينبابي في دقائق 27-32-68-71 على التوالي نجح جيرو مهاجم المنتخب الفرنسي في معادلة رقم الأسطورة تيري أونري بعد ما سجل الهدف الرابع لفرنسا في شباك استراليا في المباراة التي تلعبت بينهم منبارح ورفع جيرو أهدافه لـ 51 هدف مع المنتخب الفرنسي ليتساوى مع أسطورة فرنسا تيري أونري ويصبح على بعد هدف علشان ينفرد بلقب الهداف التاريخي لفرنسا على مر التاريخ حسم التعادل السلبي مواجهة منتخب بولندا مع المكسيك واللي أقيمت بينهم على أستاذ 974 ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم في في قطر 2022 جيرمو أوتاشوة حارس منتخب المكسيك تم تتويجه كمان بجائزة أفضل لاعب ومواجه منتخب بلاده مع نظيره البولندي واللي انتهت بينهم بالتعادل السلبي حصل الحارس المكسيكي على جائزة بعد تقلقه في المباراة وصده لركلة جزاء سددها النجم البولندي ربورت ليفاند فوسكي في المهاجم برشلونة الإسبانية في الدقيقة 58 من زمن المباراة لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا أكد أنه جاهز بدنيا للمشاركة مع منتخب بلاده قدام المغرب في المباراة اللي هتتلعب النهاردة ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم وكمان قال مودريتش خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة منتخب المغرب أنا في حالة بدنية جيدة وجاهز لقيادة المنتخب في البطولة ونسعى للوصول إلى الأدوار المتقدمة وأضاف قائد المنتخب الكرواتي أن الجماهير دايما بتدعمنا خلال المباراة وبنسعى دايما أننا نسعدهم ونحقق الفوز في المباراة أعلن مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا عن غياب مهاجمه لوكا كو عن مواجهة منتخب كندا في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 وقال خلال المؤتمر الصحفي لمباراة كندا نحن جاهزون للمباراة الأولى والمباراة الأولى دايما ما بتكون الأهم والفوز بيها بيمنحنا الثقة وهنحاول حصد ثلاث نقاط هنزا فلك المدير الفني لمنتخب ألمانيا أكد أنه جي قطر من أجل التتويج بكأس العالم ومواجهة اليابان النهاردة كمان مش هتكون سهلة المواجهة مع اليابان وقال كمان خلال المؤتمر الصحفي المباراة كنت مع الفريق في 2014 وما زلت نفس الشخص ذاته وفي 2014 قالوا أن اللعيبة ما عندهمش خبرة لكن الجيل ده لديهم شخصية وروح قتالية في أرض الملعب عارف صعوبة هذه المباراة ونتطلع للمباراة القادمة وأتمنى أن نطبق أفكارنا ونبدأ كأس العالم بشكل جيد شاهدت مباراة كأس العالم 2022 احتساب خمس ركلات جزاء حتى الآن وداخل السبع مباراة تلعبت في البطولة ونجحت اللعيبة في ترجمة أربع ركلات منها إلى أهداف وتم إهدار ركلة واحدة عن طريق ليفاندوايسكي مهاجم منتخب بولندا أمام المكسيك وستطاع كل من فالنسيا مهاجم الإكوادور وتارومي مهاجم إيران وجارث بيل مهاجم ويلز ويكتب عن ميسي مهاجم الأرجنتين في تسجيل أربع ركلات جزاء أمام قطر وإنجلترا وأمريكا والسعودية على الترتيب مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية ونرجع مرة تانية لزملائنا لمتابعة باقي فقرات صباح الخير يا مصر شكرا لك يا لاني